هنروح للسكواش ومصطفى عسل بيحصل على المركز التالت في بطولة هونغ كونج المفتوحة للسكواش مصطفى كان ماشي كويس في البطولة وصل قبل النهائي كان بيلاعب طبعا زميله علي فرق في قبل النهائي ولكن لم يوفق مصطفى عسل وخسر التلاتة صفر انا على فكرة متابع مصطفى عسل من زمان مصطفى نادر لما بيخسر او ما سمعتلوش قبل كده انه خسر التلاتة صفر ممكن يخسر تلاتة اتنين فيه ماتش خسر التلاتة واحدة لما تلاتة صفر لأ فمصطفى محتاج يعني ياخد راحة انا عارف انه عايزي عود فترة الاقاف ولكن ضغط المباراة ده اكيد هيوجه طيب المباراة كان بتلاعب من 27 نوفمبر لتلاتة ديسمبر اللي احنا فيه وكانت مجموعة جوائزها 190 الف دولار مصطفى كان بدأ مشواره بالفوز على لعب ودي دجلة يوسف ابراهيم بنتيجة تلاتة صفر في دور الاثنين وثلاثين وجات نتيجة الأشواط 11 سبعة 11 تسعة 11 سبعة وبعدين كسب زميله في النادي ومنتخب مصر يوسف سليمان في الدور الستاشة بنتيجة تلاتة واحد وبعدها اقدر مصطفى انه يقصي زميله من المنتخب ولعب نادي جزيرة طارق مؤمن بنتيجة تلاتة صفر برضو وبعد ما تأهل طارق وبعد ما تأهل طارق اعلن انسحابه بسابته كانت نتيجة الأشواط 11 خمسة ربعة صفر لمصطفى قبل ما يقرر طارق انه ينسحب من المطش معلش يا مصطفى انت كده عندك فرصة ان شاء الله في اللي جاي تعود فرصة تعود اللي جاي ان شاء الله محتاج راحة محتاج ترتب اوراقك من جديد مركز اول هو ده هدفك دايما تطور في مستوى كده دايما كنت تقول منتضفنا يعني كذا مرة انا ما بشتغلش على الرنك انا بشتغل على تطوير المستوى اكيد مصطفى وهو حتى ما شاء الله يعني فيه دروب فني شوية بيوصل قبل النهائي وفيه بطولات وصل النهائي فعادي جدا ان انت يبقى عندك دروبة مفيش اي مشكلة بس احنا كننا ثقة في التايجر الاهلاوي انها استعيد تاني يعني صدرة التصنيف واي بطولة بيخش يكسب فيها المركز الاول